أهلا بكم سحبوا القوات الروسية من الحدود الأوكرانية جروح للسلام ورفض للحرب أم مناورة جديدة سؤال لم تتضح بعد إجابته إن كانت المعطيات والغربية تتحدث عن استمرار الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية الرئيس الأوكرانية برادمير رازلينسكي صرح بأنه لا يرى حتى الآن أي انسحاب القوات الروسية من مواقع قريبة من الحدود الأوكرانية فيما ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسية نيتو يانس سولتنبرغ أن لا إشارات على خفض تصعيد حتى الآن ومشددا على أن روسيا لا تزال تملك قوات تقادرة على غزو انشام الأوكرانية دون تحذير وأن القوات الروسية على الحدود الأوكرانية في ازدياد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قد صرح كذلك بأن بلاده لم تلاحظ أي انسحاب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا هذا وأضاف أن الوحدات الروسية تواصل وتحرك نحو الحدود مع أوكرانيا وليس العكس وهو نفس ما ذهب إليه وزير الدفاع البريطاني بن والس والذي قال لشبكة سكاينيوز البريطانية بأنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتصل الأمر بنزع فتيلي التوتر على الحدود مع أوكرانيا هذا واعتبر أن بريطانيا لم ترى حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية أما رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فأطلق تحذيرا جديدا وقال إن على موسكو أن تختار ما بين الحرب وبين الدبلوسية هذا وحث روسيا على إظهار عزمها على وقف تصعيد بالأفعال وليس الأقوال على الجانب الآخر أعلت روسيا انتهاء مناورة عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم وقالت وزارة دفاع روسية إن وحدات إقليم الجنوب العسكرية قد أنهت تبارينها التكتكية في قواعد القرم وعادت عبر السكك الحديدية إلى ثكناتها الأصلية وفي إشارة أخرى قال سفير موسكو في أيرلندا إن القوات الروسية المجودة على الحدود الأوكرانية ستعود إلى وضعها الطبعي خلال ما يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع كما أكدت بلاروسيا بأن جميع الجنود الروس المتوجدين على أراضيها في إطار المنورات العسكرية الواسعة النتاق سيغادرون البلاد مع الانتهاء المرتقب لهذه التدريبات في العشرين من فبراير ولن يبقى جندي روسي واحد في البلاد مشاهدين الكرامة كان هذا عرضا واستعراضا سريعا لآخر تطورات الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية أشكر لكم في المتابعة وإلى اللقاء